الحكايات المؤثرة جدا يعني أنت الحقيقة حددتك حتى أعطيت للرئيس الأسبق المبارك يعني لم تتعامل معه بمنهج الفقر والانتقام يعني أعطيت له حقه فيما حققه من نجاح في بعض السياسيات أو أنه ده منهجه اللي ربما يعني جنب البلد الكثير وفي نفس الوقت الخلافات الأساسية قلتها بس في جانب إنساني جدا لما كنت معاه في باريس وقلت له شوف بقى أنا أستطيع دلوقتي أروح أتعشف مطعم وأشتري ملابس وبعد كده في سفرية تانية حصل أيضا أنه تجول معاك يعني أنا فاكر الهكاية دي هو دايما كان يوصل قبل الويكيند علشان يستريح في الويكيند ويوضب ورقه ويستعد للشغل يوم الاتنين السباح وأنا كوزير خارجية بروح قبله بيومين كمان فباشتغل أبواضب أقابل القونجرسمن أقابل أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأروح للمستشار الأمن القومي وأروح للخرجية أشوف وزير الخارجية لأخره وبنتفق على النقاط الأساسية وهم بيسمعوا مني كوزير خارجية حجاجنا لأخره وبنوضب الجو بيجي على الويك اند أنا بكون خلاص بالضبط يعني مقنية للملف بنتعشى مع ناس أصدقائي سوا وبعدين نروح تاني يوم إلى محلات نشتري منها نشوف ايه يعني المحلات بقى في أمريكا بتوريلك آخر الإبداعات في طريقة العرض وأمريكا أرخص الدول في في السلع وفي الملابس أرخص في أوروبا مثلا مرتين وحتى في الماركات الشهيرة جدا تجدها في أمريكا أرخص والحاجات اللي انت عايزها استخدامك اليومي كذلك فالرئيس السكرتير الرئيس هيكلمك أهلا وسأل سيادة الرئيس ها انت حتهم ليه في الويك اند تقول له حانا أروح شوبنج النهاردة هتعشى بره في مطعم لسه مش عالف هو ايه وبكرا إن شاء الله شوبنج تحب سيادتك يعني تتعشى بره لا 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 هنقل بالدنيا طب انت رايح فين بكرا اتوقع هروح بحتة فورنيه للشوبنج طب انا هنروح ساوه حاضر فانه وهو قد تعليمات انه ما بقاش فيه يعني زخم في الحراسة كتير بحيث انه يعني يعرف يتحرك وفيه ناس بيحروسوا بس عن بعد يعني مش فحاضر انت رايح انا كنت رايح فعلا محل 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 وانتقول له هو ده محل ده مهم وانروح جه واندخلنا فاول ما انقفل الباب ما كانش فيه غير الزبونين الرئيس وانا وبس فاستريح بقى قلع شاكتة وقلع كاسمة وقعد ياخد المقاسات ويشوف ايه والكربطات ايه والشربط ايه وتاع هو زوقه حلو في اللبس اه يعني يهتم بالاناقة واللبس اعرف ايه اللي تلبس مع ايه واختار اللي هو عاوزه اه وانا قلت الرجل ده رئيس فلان فلابد مش عشان الرئيس فلان تقوم بتعمل تضاعف السعر لا خمسين في المية خصم فعملنا يعني تكلمة وفعلا عمل خصم مش زود عمل خصم واختار هو الرئيس وانا اخترته واشترينا وكل شيء وكان يشعر بسعادة غامرة معلوش بقى لا فيه حارس بيقوله مين ولا شمال هو عمال يقيسه يطلع البدلة بيه وحط الأميس ده رجل اللي عايز حياة كان يريده حياة عادية يعني الحياة العادية طبعا على الرؤساء صعبة جدا صعبة طبعا جدا جدا وده كان من الأوقات اللي بيشعر بيها براحة على الأقل يعني آه دي يعني محطة إنسانية في ظل الحديث عن محطات سياسية كثيرة في المذكرات نرجع بقى لسؤالنا ترجمة نانسي قنقر